تبنت حركة طالبان اغتيال أحمد والي كارزاي الشقيق الأصغر للرئيس الأفغاني حميد كارزاي في قندهار ونوهت بأكبر نجاحاتها منذ إعلان استئناف هجمتها هذا الربيع زلماي أيوبي المتحدث باسم حاكم قندهار أعلن رسميا مقتل أحمد والي كارزاي رئيس المجلس المحلي في الإقليم ذاته وأكد أحد المقربين من أحمد والي أن أحد حراسه أطلق عليه النار من مسدسه في منزله عندما كان يستقبل ضيوفا أحمد والي كارزاي المثير للجدل والذي اتهم خصوصا بالتورط في الإجار بالمخدرات من أكبر مساندي شقيقه الرئيس وأحد أكثر الرجال نفوذا في جنوب أفغانستان يذكر أن أحمد كارزاي تعرض لهجمات متعددة في الماضي ونجا من آخرها في أيار مايو 2009